هل مفهوم الزواج تختلف عند الفتيات الآن عن مفهوم الزواج عندنا سابقاً وهذا اللي غير نظرتهم واللي هي الفتاة نفسها تغيرت كاحتياجات اشي اللي تغير بالضبط يعني هو الزواج هذا المفهوض شيء طبيعي واساسي موجود في الحياة هي زي ممكن يتكلم بالنسبة زي ما تفضلتي طبعاً الزواج سنة الحياة من الأساسيات وكنا قاعدين نتناقش أنا والدكتور قبل ما نطلع الحلقة زمان كان الزواجات يعني سواء كملت تعليمها ما كملت تعليمها عملت أو ما عملت كانت معروفة أنه هي حتى تزوج ومعظم الزواجات كانت يعني الأهل هم اللي بيختاروا هم اللي بيزوجوا إلى آخره هذه سنة الحياة أنه في النهاية حتى تتزوج كان أمر طبيعي مسلم به مسلم الآن ما شاء الله مع تغيير الحياة مع عجلة الحياة اللي سايرة بنشوف ما شاء الله تدخلات اللي سايرة زي ما تفضلتي كل اللي قلناه هو سبب أنه البنت هي عزوف ما نقول أنه عزوف فيه جزء لكن أنا ما قدر أعمم على الكل أنه عدم زواجهم وعدم ارتباطهم في بعضهم تقول لك أنا لسه يعني حتى تزوج لكن عندي أساسيات أني أنا أكمل تعليمي أني أنا أعمل ليش ما نقلش أنه أحياناً الزوج أول مثلاً الأب ما يبغى هتخلص فتقول لك لا أنا جل خلاص أخلص وبعدين هتزوج إن شاء الله أو أنه في عندها أشياء ثانية أنا أسويها الأول أولويات بالنسبة لها أولويات بالنسبة لي أو زي ما تفضلتي أنه أحياناً بيكون مثلاً أنه تكون فيه مشاكل في الأسرة نفسها فهي في خوفها وإعتقادها طبعاً الدكتور يمكن حيتكلم أكثر عن هذا نحن نفسية أنه أنا ما أبغى أدخل في هذا الشيء لكن أنا الآن بأشوف أنه صحيح المجتمع تغير ما شاء الله تبارك الله المرأة أصبحت تشتغل أول شي خلصت دراستها ثم بدأت تعمل ثم بدأت تسوق وكل احتياجاتها موجودة أحياناً برضو بتكون في بيت أهلها معززة مكرمة بتقول لي كيش ناقصني يا جل